السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله من اليوم دا عندنا مشكلة. الجنب بتاعنا في المسجد من تحت. في ترشيح مية جامد. فزي ما احنا شايفين كده فوق ده المنور. هنشغل في فيديو دلوقتي. دقيقة المصورة بتاعت المنور فكرنا ان المصورة دا بتتسرب مية على الجنب من تحت. ولكن تلاقي العيب مش منها. العيب تلاقي عندنا هنا الصور اللي قدامنا دا زي ما احنا شايفين. هنا في فاصل في الخرصانة. الفاصل في الخرصانة دا هو اللي كان المية بتحوش على السطح. ولما تحوش على السطح هي تبدأ المية تسرسب من جنب الحيطة. تمام? هشغل الفيديو دلوقتي اهو. زي ما احنا شايفين اهو. الحيطة مع الخرصانة. في فاصل. اكتشفت ان الحيطة كانت مبنية من الدر الارضي طلع حد فوق على طول. وفي فاصل ما بينها خرصانة. فبالتالي تجميعة المية كانت بتجمع مية على السطح. وبناء عليه تبدأ المية تنزل. طبعا ما كانش في عزل. ولا رقبة ازازة دا كان شغل قديم. والشغل قديم بيبقى نظام ان هما كانوا بيعملوا الخرصانة وفوق النباني وبيعتمدوا على ان البلاط بتاعه بيكون نضيف فما يخزنش مية وبيعملوا الميول تكون ميول عدلة على المظارب او على الجراجير او على الصفايات. فبالتالي هما ما كانوش بيعزلوا. وكانوا بيعملوا شغل نضيف. وكانت الصنع زمان كانت كويسة. فالعيب اللي انا اكتشفت معاها زي ما احنا شفنا الفيديو تاني اهو. انا عامل فيديو صغير. زي ما احنا شفنا. اهو الفاصل ده. انا طبعا كسرت البلاط لايه? تحت البلاط زي ما احنا شايفين فيه فاصل ما بين الخرصانة وما بين المباني. فالفاصل ده هو كان السبب بتاع نزول المية. فان شاء الله هنبدأ نكمل تكسير وهنبدأ نعالجه. وان شاء الله مع بعضينا في في تاني بايزن الله. نبدأ نكتشف العيوب في الترميمات بتاعتنا. والفيديو بتاعنا دوت كان بيتكلم على عيوب التسريب المية من على السطح في الجناب بتاعت المناور. طبعا لازم نتأكد الموضوع دوت جاي من المصورة من المنور. المية من على الحطة من فوق. بتاعت تستكشف لحد ما بتعرف ايه هي الاسباب اللي كانت بتادي ان المية تيجي على الجنب بتاع الدور الارضي وتبقى ايه? عاملة في رطوبة هم بوضاء. جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. يكون في معلومة مفيدة. وربنا اجعلهم حسناتنا وحسنتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.